قصتنا بتبدأ مع صاحبتنا كومي بنت كيوت لكنها عزيزي المشاهد للأسف مش جميلة خالصة علشان كده ملهاش اي اصدقاء دايما وحيدة كل الطلاب بتتنمر عليها لا وايه بيرم حاجتها في الزبالة وبتفقد الامر خلاص ان يكون لها في يوم من الايهام صاحب تسند عليه لحد لما فجأة بيظهر اوسم شاب في المدرسة واللي بيكون اسمه كيتا وبيساعدها بنفسه وما بتكونش مصدق اللي بيحصل لها ازاي واحد زيه كده يتنازل ويساعد نانا ده انا نفسي لو شفت نفسي مش اساعدها صاحبتنا مين وقتها وهي مهووسة بيه بترقبه على طول ونفسها انها ترتبط بيه فتأ حلامها بقى جدعان لكن ما عندهاش الشجاعة الكافية علشان تعترف له بحبها وبيمر السنة ونص على الوضع ده وحبها ليه كل يوم بيزيد والقلب عمال بيشيت ومش لها حد يطف عليه بس المهم ان احنا اكتشفنا ان عندها صديق اسمها ريري بتحاول تقنع بطلتنا انها تترف له بحبها بتقولها طب ازاي يا بنتي مستحيل واحد زيه بجماله يبصلي طب افريد حتى ان انا سقبت عليه وفكر يبصلي هيبصلي على ايه انت قدامي تشايف حاجة حلوة بتقولها يا غبية ما انت حلويت وتغيرت وبقت واحدة جميلة دلوقتي كل الشباب يتمنوكي لكن صاحبتنا ما بيكونش عندها بروب اي جنيس ثقة في نفسها وبترفض برضو ما بتقتناش خالص وبتتعصى بريري عليها وبتعرفها انها خلاص هتضفها في جروب المدرسة غصبا عنها يمكن هيجي يوم وتتشجع وتدخل تكلمه ويمكن وقتها يبقى معجب بيكي وترتبط وتخلص الحكاية بتتصدم وبتولها مستحيل اعمل كده طبعا انا مستحيل عرفه حياة مشاعري انا يجب ان اموت ومشاعري معايا مدفونة كل اللي علي رأبه من بعيد ولا من شاف ولا من دري ولما بترجع البيت بنعرف ان علاقتها بولدها مش كويسة يعني بيتخانقوا كتير طول الوقت وبتتجهله وبتتعامل معاك كأنه يعني مش موجود في حياتها بتحاول والدتها انها تقربوا من بعض تقولها ايه يا بنت ابوكي مهما كان بتقولها ايه يا امي اعمل ايه يعني انت شاف ان احنا الاتنين مش متفاهمين ما بتقولها خلاص جدتك النهارتة بعتت لينا هدية وهبارة عن مدالية حظ يمكن تقربك انت ابوكي من بعض وبتدي الكل واحد فيهم المدالية بتاعته لكن بطلتنا ما بتتمش وبتاخدها وبتمش وبتروح مع صداقتها علشان يشتروا حاجات جديدة بتلاحظ ان الصداقتها قريبة قوي من والدها فبتسترب وبتسألها انت ازاي علاقة الكويسة كده بوالدك بتقولها عادي عشان والدي شخص لطيف وبيفهمني من غير ما تكلم علشان كده بقنا اصحاب اكتر من والد وبنته انا كومي بتحس بغيرة منها وبتقولها يا بختك وبتوضحها وبتمشي ويفطريقها للبيت بتشوف والدها وهو راجع ولما بيحاول يفتح معا موضوع علشان يتكلموا فيه بتتجاهلوا كالعادة وبتمشي بسرعة قبل محد يشوفهم مع بعض وبيلاحظ كده ان هيوع عليها الحديد فبيجرب سرعة والدها وبينقذها وبيوع الحديد عليها هو وللأسف بيفقد الوعي وبعد ما بتفقد الوعي معاه يا كمان في الوقت ده بيعدي كيتا وبيشوفهم بتصل بسرعة على الاسعاف وبيمر اسبوع وهم في المستشفى في غيبوبة بتنهار صادقاتها ريري وبتخاف ليحصل لها حاجة خصوصا ان حالتها خطيرة لدرجة ان هم منعين عنها الزيارات فبيضيق كيتا لما بيعرف وبيعلى اكتر وبنعرف بقى ان هو بيحبها من زمان هو كمان لكن برضو ما كانش عنده الشجاع ان هو يعترف لها ومهما حاولي لما حلاها فصاحبتنا بسم الله ما شاء الله غبية ولا عندها بربع جنيه ساقة ففاكرة ان هو بيعطف عليها بيقعد هو يفتكر ذكرياته معاها لما كان بيساعدها وفجأة بيجي له اتصال وبيعرف انها فائت وبيروح بصراحة يتطمن عليها بنروح بها لصاحبتنا اللي اخيرا بتفوق هي والدها وبتحس بشعور غريب لكنها ما بتهتمش وبتقرر انها تعتذر له عن طريقتها معاه طول الوقت والسنين اللي فاتت وهتشكره كمان لانه ساعدها وتفتح معاه صفحة جديدة لكنها بتتصدم لما بتشوفه او باللي بتشوفه بالضبط عزيز المشاهد وده لان جسمهم هما اللي اتنين اتبدل صاحبتنا بقت في جسم والدها وابوها بقى في جسمها بتستغرب ازاي ده حصل وبتفضل تصيح في الوقت ده بيوصل كيتا بتقوله ده وقتك اول لما بيشوفها قدامه بيجري عليها وبيحضنها وبتطمن انها كويسة صاحبتنا بتفرح ومش مسدق اللي هي شايفاء بس بيجالها لحظة ادراك ان هو للأسف دلوقتي بيحضن والدها مش هي وده اللي حصل والدها بيعملوا بطرها وحشة وبيقولوا انت مين يا ابني انت عيل ملزق كده ليه طبعا بتدهق لان والدها كده بيضيع فرصتها معاه لكن ما بتعرفش يعني انها تتكلم لانها دلوقتي بقت في جسم والدها ولو قالت حاجة دلوقتي كده مش هيصدقها يفتكرهم مجانين ومش هيبقى في امل خالص انهم يرتبطوا مهما كان السبب وفعلا بتستنى بعد ما بيمشي وبتتخانق مع ابوه وبتسأله لكن بيتكلم معه بالطرية ديت فبيقولها سيب واحد غريب يحضن بنتي كده عادي يعني بتقولوا ده مش غريب ده كيت حبيبي وبيبدا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض على اللي بيحصل لهم وبيفكروا بقى هيتخلصوا ازاي من اللعنة اللي هما فيها ويفتكروا ان هما بمجرد ما يناموا ويسحوا كل حاجة هتتغير لكن ده ما بيحصلش وبيخرجوا من المستشفى وهم على نفس الوضع بيقرروا ان هما يتعايشوا بقى معها كده كل واحد فيهم يعمل مهام التاني لحد لما ربنا يفرجها ونشوف بقى هنرجع لحياتنا الطبيعية ازاي بتيجي كومي وبتديله الموبايل بتاعه وبتاخد موبايلها وبتعلمه ازاي يتعامل كابنت في السنوية علشان نسرهم يعني ما يتفضعش بيدهوة كمان مفكرة كان كاتفة كل المعلومات بتاعة الشغل بتاعه وبيطلب منها تقرأها كويس علشان لما تروح الشركة تعرف تتصرف وبيتفقوا بقى على كل حاجة وفجأة بيوصل لها رسالة من كيتا وبتكون دي اول رسالة بتتصدم وبتروح تتكلم معاها بتشكري لانه سعيدها وبتعتذر له عن طريقتها اخر مرة في المستشفى بتقوله انها تعبانة ومش مركزة بيستغل الفرصة وبتلو منها انهم يخرجوا مع بعض لان عنده حاجة مهمة عايز يقولها لها شكلها يعملها من اللعيبة ولا ايه بتتوتر وبتحاول تتهرب منه ولكن بتفشل وبتتدبس يا ترى هتتصرف ازاي وهتقنع والدها بالمصيبة اللي حتت نفسها فيها ازاي مش عارفة ان والدها اصلا مبسوط لانه هيتطفشه بطريقته بقى وبنعرف بقى انه ناوي يسيب انطباع سيء عن كومي ويكره كتا فيها ويبوز المعدل على دماغه ده عكس كده صاحبنا اللي عمل يكل فرشات وبيفكر هياخدها فينا علشان يعبر لها عن حبه وانه متحمس لعلاقته ده انت هتاخد حتة صدمة بس اصبر بس نروح بقى لبطلتنا اللي بتوصل على الشركة وبتتحمس بقى لأول يوم شغل وبتبدأ تصور كل حاجة بتشوفها وفاجأة بيبدأ يتجمع الموظفين حواليها بتتوتر وبتفتكر الدفتر اللي بابا سايبه لها ولما بتبص فيه بتكتشف ان والدها مش شخص عادي ده المدير التنفيذي ومش بس كده ده مطلوب منها كمان انها تدخل اجتماع وطيرت شغلهم الجديد بتقول شغل مين وهباب ايه انا ايه اللي جابني هنا يا جمانة بنتو عيلة زغيرة فبتتصدم ومش عارفها تعمل ايه دلوقتي وبتتمنى انها لو كانت في جسمها يا كان زمانها دلوقتي ايه بقى مع الوقت كده خاربينها احلى زبيب في الدنيا موضيه احسن اوقات حياتها فجأة هوبا بتوصل لها رسالة بتوترها اكتر لانها من كيتا بسألها يتقابله يوم الحد الساعة كام ولا هنتقابل فين اصلا الصراحة عايزك تروح للمكان اللي نفسك فيه وبتعرف ان ابوها عمل حاجة لانها للأسف ما كانتش ردت عليه اصلا اول مرة قلت تتسل عليه كده وتسأله انت عملت ايه او هتقول ان انت وفقت تروح مقافل معاد بيقول لها ايه با عليكي مش ده انت قلتلي حبيبك سيبيني بقى اتصرف بدماغي يا بنت انا ما تخفيش انا هقدر ازبط كل حاجة واحفظ على علاقتك مع كيتا لحد لما ترجع انت بالسلامة لجسمك الحقيقي وانا اللي قلت هتشكريني بتقول لها اشكرك ايه انت انفكرنا عبيطة وعارف انت مش هتعمل ايه ربنا يستر بس لا ما تروحش المعدة خالص ايه وعتتصرف من دماغك بعد كده من غير ما تقول لي الله يسلح حالك بيحاول يستعطفها وبيقولها افتكر انك بتكلم ابوكي انت ما سمعتش عن عقوق الولدين او عيدك مش هبوز حاجة وبتدخل عليها المسرحية وبتتأثر وبتقول له خلاص حقك عليها روحوا معاك قلبي وفاجأة بيلاقي صديقة بطلتنا قدامه بيستغل الفرصة وبيعفل المكالمة قبل ما بطلتنا تغير رأيها لكنها ما بتهتمش وبتفرح انها اخيرا هتخرج في موعد مع كيتا وتفضل بقى تتنطط من الفرحة بيشوفها الموظفين وباستغربوا كده وبيقولوا ايه اللي حصل لجدعان وهو دي مش تصرفات بنت صغيرة وهنا بتلاحز انها في جسم ابوها وبتبطل الهبل ده وبتركز في الشغل في نفس الوقت ده بتبدأ ريري هي كمان تلاحز ان في حاجة مش مزبطة في بطلتنا مشيتها لبعد غريبة لبسها لغرب كمان بتسألها عن السبب بيتوتر بها كده وبيحاول تصرف كأنها يعني بنت بلا ما تتميش وان دي اعراض الحادثة بس وفعلا ريري بتصدقه ما هتامل ليه طبعا يعني لو حد جاءلك في يوم من الايام انا جسمي متبدي اللي هتقول له لأ طبعا الامام ريري بتقولها يعني انا مبسوطة لانك اخيرا هتحقق حلمك وترتبتي بكيتل اللي بقالك سنة ونص بترأبيه انا بدعمك من كل قلبي ويحاول كمان اساعدك بكل الطرق علشان تنجاحه في الارتباط وولدها بتأثر وبيعرف على الال ان بنته عندها صديقة عادلة بتحبها بتشجعها في كل حاجة لكن بالرغم من كده ريسته الابوية بتخليه يكره كيتل انه خايف على بنته اللي يلعب بيها لما بترجع بطلتنا على البيت بتلاقي ابوها في قضيتها بتسأله عمل النهاردة بيقولان اليوم كان عادي وبسأله عملت ايه انت في الشركة بتقوله الشركة كانت مملة ده ما خلونيش اعمل اي حاجة واصلا وبتقوله انسى بس الشركة دلوقتي انا عايز اعود معاك افاهمك كل حاجة عن كيتا بص بقى ده رئيس النادي الرياضي واحسن حد بيلعب كورة ده غير انه شخص لطيف جدا دايما بيحب يساعد اللي حواليه مقدرش اقولك انه هو يعني وسيم اللي لسه عايش برا ديت لو حاولت انك تباوز علاقت بي لايكون ده اخر يوم في عمرك دي فرصية الوحيدة علشان ارتبط بي وانا واقع في حبه من زمان ركز معا بقى عشان هفهمك كل حاجة قبل ما تروح المعاد ده معاك واخليك تلبس احسن لبس بناتي انت معلكش اي حاجة غير انك تغفز كلامي اوعا هتجود من دماغك يعني ايه ما تشغلهاش خالص بيولقها ان شاء الله قولي بس اللي انت عايزاه وانا منين الاثنين هعمل اللي انا عاوزه بيجي يوم الموعد وبيروح والدها وبتروح وراها علشان ترقبه ولما بيوصل كده بيلاحز بقى ان كده فعلا شخص لطيف وبدلا ما يبدأوا يحبه بعض بيبدأ يشك فيه اكتر وبيقوله اكيد الوحيد ده كان بيوعد بنات كتير قبل كده وبيلعب بيهم وفجأة وهم ماشيين بيقرب منه كيتا مرة واحدة ولسه هوبا سانتالوبا يضربه بيعرف ان هو عمل كده لشان ننقذه من العربية لكن هتخبطه بتشوفهم بطلتنا وبتعايت من جواها وبتتمنى انها تكون مكان ابوها او اللحزة دي تتكرر تاني معاها بعدها بتلاحز ان هم رايحين على المتحف وبتروح وراهم واول لما بيوصلوا بيكون كتا الان لتكون بطلتنا شايفا للموعد ممل لكنه بتصدم لما بتفرح دل ان ابوها اصلا بيحب المتاحف وبتحمس اكتر للموعد فبتروح بطلتنا وراه وبتطلب منه ان هو يهدى شوية كده وتصرف على طباته كأنه بنته مراهكة في السنوية بتعرفوا ان اللي بيعملوا ده هيفضحهم هم اللي اتنين وناس تكشف كل حاجة وفجأة بيوصل كيتا فبتختفي بسرعة قبل ما يشوفها فبيستغل ابوها الفرصة وبيشكره لانه يفكر في المكان ده طبعا صاحبنا الغالبان بيفرح ان الموعد عجبها وبيبدأ يحس ان فيه ما بينهم حاجات كتير مشتركة عرفش ان هو ما بينه وبين ابوها فانا ابوها عزيز المشاهد المهم بيندمجهم مع بعض وخصوصا ان هويتهم هم الاتنين الكراءة وارهوا روايات كتير زي بعض وبيفضلوا طول الموعد يتكلموا عليها ما بيكونش فيه اي ملل زي ما كانت بطلتنا متوقعة لحد لما بيروحوا على مطعم وبتبدأ بقى خطة ابوها الحقيقة وبنعرف ان ده كله كان تمهيد منه علشان الخطة الحقيقة ونوعي حاول يقرب من كتا بعد كده يقرف بطلتنا وبيبدأ يطلب كمية كبيرة من الاكل وبيقول بس كده اكده يعرف انها بتاكل كتير وهينفصل عن بنتي وعيش مبسوط انا البين مرتاح عليها بطلتنا طبعا بتتعصب وبتروح تتخانق معا بتسأله بيعمل كده ليه وعاوز تتفشوة ليه وبتفكر ان هو عادها هتصرف بطريقة لطيفة معا بيزر بقى على حياته وبيقول ان هو هيتعامل بطريقة لتريحه وبيتفكر ان هو راجل عجوز عنده خمسين سنة انا مش متعود يا بنتا على الرومانسية والكلام الفاضي بتاع المراهكة دي انت عارفاني بحب الاكل فانسيبين اكل براحتي بتقول له لا ماليش دعوة وبص انا بحذرك للمرة التانية لو عملت ايه تصرف تاني هتدخل وبعدها بتسيبه وبتمشي وبيوصل كيتا ومعاه اكل كتير وهو مبسوط وبتعصب وبيلجأ للخطة التانية وبيبدأ يأكل بصوت عالي اللي يعني ممكن يستفز حتى لدرجة انه لما كتا بيتكلمه ما بيهتمش وبيعمل نفسه مستمع وبيقول الله الاكل ده جميل جوي على اساس ان بطالتنا مش مهتمية يعني وهنا صاحبتنا بتجيب اخرها وبتكرر تعلمه الادب وبتتصل على موظفين الشركة وبتبدأ تهزقهم وبتتكلم معهم بطريقة واقحة بيبدأ يلاحظ كده ان بنته مجنونة وممكن انت بوازله كل حاجة وبيرجع يتعامل مع كتب طريقة لطيفة وبيجيب وراء بلاحقك علي انا اسف واعتبريني حيوان صغير مش بس كده ده كمان بيشكر كتا على اليوم اللطيف ده وبيعتذر له لو حاسب اي ملل لكنه بينكر على طول وبيقول له ده كان احسن يوم في حياتي انت تلعت ممتعة اكتر من انا متخيل واليوم ده خلاني اشوف كمان قد ايه ان انت انسانة محبوبة وجانب جديد منك ما كنتش عرفه وانا عرفت دلوقتي ان الجريء او شخصيتك ممتعة وحاجات كتير مشتركة بيننا بطلتنا بتفرح من كلامه عكس ابوها اللي بتعصى من الخطة فشلت وبدل ما يطفشه وقف حب بنته اكتر واكتر مش بس كده اللي بتجننه اكتر بقى ان كتا بيعترف بحبه وبيطلو منها انه هتوعده رسميا قدام كل الناس ويبقوا سونائي في المدرسة لسه هيرفض بتدخل بطلتنا يا حاجة غلط كده اصلا انا عارف شغل المراحقة اللي انت فيه ده يا ابن بقى كتا بيحس بالاحراج وبيقول له احماية انا حبيبي والله العزيم وحشني والله فينك من سنين انا اسف ما كنتش اعرف اعرفك على نفسي انا زميلها معجب بكومي كمان وبتطلب منه يترفلها بعدين المهم ان انت سيب بنت دلوقتي اللي انها لسه تعبانة من الحادثة على امل يعني انها ممكن ترجع لجسمات تاني وقتها هي اللي هتصبت الدنيا بدل ما بقى اللي واقف يتفرج وخلاص بيوافق كتا وبيسيبها ترتاح فبيخدها بقى كده وبيمشو ولما بيرجع لي البيت بتتخانق معه وبتقول له كده كنت اتضمر حاد بنتك العطفية قبل ما تبدأ انت قب بزمتك انت منك لله يا شير ده انا مصدقت الوضع بورني بص بقى لو عملت حاجة تاني انا مش هتكلم معاك للابد وهعرف ماما كل حاجة بيقولها لا لا خلاص ماما ميني لا تعرف ما نفعش وقعد مني ما عدتش عامل حاجة تاني بتستغلي الفرصة وبتطلب منه يقرب من كتا بقى لحد لما ترجع لجسمها بيوافق فبتشكره على اللي عمله النهاردة وانه هتعامل مع كتا بطريقة لطيفة بتصدم لان دي اول مرة بنته تشكره من سنين ده يكاد اول مرة تشكره فيها اصلا لما كانت زغيرة لحد لما فجأة بتجيب له كتب وبتقوله يلا بقى زاكر علشان الامتحانات يا جميل ولا انت عايز بنتك تسقط بيقولها لا طبعا ازاي لازم نذاكر ونجيب الدرجة النهائية كمان ده المنهج بتاعك ده لعب عيال ده انا احله بسبوع رجل الزغير بتقوله جد تبوريني بقى وبتدله وكتابي حلو بتصدم اول لما بيشوف المنهج مش فاهم اي حاجة طب بصي انا عائل زغير ممكن نلاقي حل نرجع بيجسمنا الاول بعدين نبقى نذاكر بتقوله زاكر بقى بيولاه طمام هزاكر وبيبقى خايفة على صورته قدام بنته بتهرب منها وبسألها عملت ايه في الشركة بتقوله انها فهمت كل حاجة وعرفت ان بو شغال على براند ميكوب وعرفت ان انت عايز تسوقه وعلى فاكرة ان لقيت طرق حلوة للتسوي وبكرة هعرض على رئيس الشركة كمان ما تقلقش انت من اي حاجة واول لما والدها بيروح على المدرسة بتجري ريرة عليه وبتهنيع علشان ارتبط بكيتا بتصدم وبسألها عرفت منين وبسألها لو الخبر انتشر في المدرسة بتقوله خبر مين ومدرسة مين انت كلمتيني انبارح وقولتيني ولا انت نسيتي بتوتر وبيقولها اه اه صح معلش لحد سبقى بتأثر علي بتستغرب كده وبتفكرها تاني انها بتتصرف بطريقة غريبة انت اخر فترة بقيت مش على بعضك وبتنسى بسرعة ده غير كمان انها معدتش بترد على رسيالها بسرعة او تكون بقيت كارزما علي او الا ايه قبل ما ريري تلحق ترد بيوصل كيتا كده وبيحاول يتكلم معاها لكن ابوها بتهرب منه وبيوصل قاعة الاختبارات وبيمتحن لكن ولا بيعرف يجاوب على اي سؤال ولما بتروح ريري تطمن على كومي بتقولها يا بختك يا ست الامتحان سهل اكيد شكلك هتجيب الدرجة النهائية علشان انت اشتر واحدة في الجغرافيا وحلت كل الاسئلة ديت قبل كده طبعا الكلام ده ابوها بيسمعه وهو مصدومه وبيقولها اه 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 ده انا مش هقولك انا عن مستوي بس انا للاسف ما ذكرتش كويس ومحلتش وبسأل عن الاختبار بتاع بكرة بتقوله رياضة فبتعصى بكتر لانه حرفيا مش فاكر اي حاجة وبتلاحظ ريري كده انه في حاجة غلط في الدنيا فبتعرض ان هم يذكروا مع بعض يعني ويرجعوا سوا بالشرط ان هم يطلبوا من كتا ييجي معاهم طبعا بتصدم لكن باضطر ان هو يوافق وإلا بنتها تسقط في الرياضيات كمان مش كفاية الجغرافية وبتصل عليها يعرفها ان زميلها جايين يذكروا معاها بتفرح وتتحمس علشان ترجع للبيت لكن بتعرف ان في اجتماع مهم لانها لازم تحضر علشان يخطر الممثلة لتعمل اعلان البراند بنفس الوقت اللي بيوصل التلاتة على البيت علشان يذكروا لكن فجأة بتعتزر ريري وبتقوله انها عندها مشوار مهم ولازم تمشي اه يا بنت اللعيبة بيفهم دلوقتي ان دي الخطة من الاول علشان تقربوا من بعض وتسيب كومي كده مع كيتا الوحدوها لكن خلاص ولدها بيعمل ايه بيتقبل الواقع المرير وبيروح يذاكر معاه في نفس الوقت ده بتوصل بطلتنا وبياخدها بسرعة قبل ما تعق الدنيا وتفضحهم قدام كيتا وبيسألها ايه اللي رجحها بدري بتقوله خلاصنا شغل في الشركة بسرعة وبعدين انا ما نفعش افوت فرصة شبه دية ده انا لازم اجا شوف كيتا بنفسه وها بيذاكرلي لو ايه ده حاجة مستحيلة انها تتكرر تاني انا بحلم ولا ايه كيتا في بيتي وفي قطي كمان بيتعصب ابوها وبيقولها انت فاكرانا جايين للعب ولا ايه انا جايبه علشان يذاكرلي علشان انت ما تسقطيشي انا كفاية عكت الدنيا نبرح في الجغرافيا بما فيه الكفاية وبيطلب منها انها تسيبهم بها في حالهم لحد لما يخلص مذاكرة بعد كده اعودي معا ويعمل ان انت عوزها بصفة كابويا يعني بعدها بيسيبها وبيروح يذاكر بس طبعا كل شبهات قولهم مش عايزين شاي مش عايزين اهواء مش عايزين مية انا شامم راحة الاهرامات هو ابو الهول عدة من هنا فبينحرج ابوها اللي في جسم كيتا عزيز المشاهد علشان ما تنساش يعني وبيقولها ان احنا عايزين نذاكر امشي بقى بالزو وفعلا بتمشي بس طبعا بترجع تاني وفي الوقت ده بتليهم قريبين من بعض وبيتغير وبيطلوا من كيتا ان هو يمشي فبيقول له من عيني وبيروحوا الاتنين كده علشان يوصلوا للباب فكيتا بيستغل الفرصة وبيعترف لكومي ان مشاعره لسه زي ما هي وهيستناها وبيطلوا منها انها ترد عليه في اسرع وقت فبتدقى بطالتنا لما بتسمعه هو بيعترف لانه ما يعرفش انه دلوقت بيكلم ابوها وبتحس بالزنبل انها بتضحك عليه ولانه كمان معجب بشخصيت ابوها مش شخصيتها هي في نفس الوقت ده بيبدأ ابوها هو كمان يحس بالملل لانه عمال يخرج مع كيتا لوحدهم وبيكرر انه يدور على طريق علشان يرجعوا بيهم جسمهم تاني وقتها يرتاح من الصداع وشغل المراهقين اللي هو فيه ده بس الاول بيكرر انه هو يزاكر ويكتد علشان بنته تنجح واول لما بيرجع للبيت بيطلب منها تساعده علشان يزاكروا مع بعض وبتبدأ بها انها تشرح له وبيعود يحله طول الليل لحد لما بيفقد الوعي ولما بيروح للمدرسة في اليوم التاني بتبقى حالته حالة تعبان جدا فبيلاحظ كيتا وبيكرر انه يساعده بطريقة الرومانس وفجأة بيقرب منها كده وبتصدم وبيخاف لأيامل حاجة كده ولا كده لكنه بيحضنه عادي وبيشجعه مش اكتر بعدها بيوده وبيمشي لما بيدخوله بقى قعة الاختبارات علشان يمتحنه وبعد ما بيسلمه الورق بيجي الاستاذ وبيطلب من كومي انها تجيب والدتها معها المرة الجاية علشان اللي انت فيه ده حالة مش عادية علشان في اجتماع مهمة لازم نتناقش فيه انا بيحس انه ضيع مستقبل بنته خالص فبيكرر يتهرب منه وبعتذر للاستاذ وبيقول له معلش اصل والدتي مش هتكون فادية بكرة الاستاذ بيقول لها ازاي يا بنتي ده احنا اتصلنا عليها خلاص وقالت انها فادية وتحدد المعات كمان وجاية اي حاجة عن اللي انا عملتها لان الام ما تعرفش انه هما جسمهم متبدل مع بعض وموضوع الاجتماع ده ما بلاش تروحي احسن يعني يا ماما بيسألها لو الاستاذ قل لها حاجة كده ولا كده لكنها بتنكره وبتقول انها بكرة تعرف لما تروح وبعدها بيتجمعوا كلهم ومش عايز اقولك عزيز المشاهد ان الام هتوعب بلسانها وبتقول قدام بطلتنا يعني الحقيقية اللي هي المفروض في جسم جزء ان للاسف بنتنا فاشلة ومش مزكرة وجلنا استدعاء كمان وليه امر وبتروح وراه كده وبتقول له اكيد من الدرجات الزفت اللي انت بتجيبها فيه اب بيعمل في بنته كده انا بدأت اشك انك مش ابوية الحقيقي فبيطرر منها وبقول لها يا اخت اسم الله عليك مقطع الكتب او يعني اللي حصل حصل المهم النهار ده بقى في اجتماع لرؤساء الشركة وريني هتعمل ايه بتبدأ فعلا تتوتر وبتمشي بسرعة علشان تروح على الشركة وبتوصل على اجتماع في اخر لحظة ولما بيسألها الرئيس عن خطتهم للتسويق بتتعصب وبتقول له انها للاسف الخطة اللي انتوا حطينها ديت اصلا فشلة ومش هيبيعوا منها حاجة لازم نغيرها لان المفروض منتجاتنا لطلاب السنوية والمراهقين لكنها غالية ومحدش يعرف يشتريها وللاسف بيعرف بوها الحقيقي باللي حصل بالشركة وانها بوزت كل حاجة في الشغل وضيعت تعب شهور وبيفضل متوتر وبيبعت لها رسائل وبيطلب منها تتكلم معاه بسرعة بتسأله بقى عن اللي بيحصل معاه بيقول لها من الحق نسيت اقول لك الوات كي تا طلب مني ان احنا نتغدى مع بعض ارفض ولا لا انا خايف اكل معاه اوعب السنة وافضحنا بتقول له لا لازم تفكر الاول كويس ان احنا خايفين لو رفضنا ممكن يفهمنا غلط وده معناه ان احنا مش عايزين نرتبط به ووقتها يبعد عني وانا ما صدقت ان هو قرب مني بقول له يعني اعمل اي دلوقتي خلصيني في ليلتك بيقول له سهلة وبسيطة انت هتروح معاه وتفضل ساب الموبايل مفتوح ولو انت قلت حاجة كده ولا كده انا هنبعك على طول فبيوافع على الاقتراح وبيسأله عن اللي حصل في الشركة بقى بالمناسبة قبل ما تلحق تتكلم للأسف بيوصل هنا كتاب مع الاكل وبيحط هنا السماعة على طول في ودنه علشان يعرف يتواصل معاه لو حصل حاجة ويتنبهه ولما بيدوه الاكل بتصدم لانه بيبقى لذيذ وبيسأله وجايبه منين بيقوله ان هو طبخه بنفسه فبيكتشف كمان قده ان الكتاب طبخ ماهر وبيعمل كل انواع الحلويات وكل حاجة لحد دلوقتي ماشي زي الفل لحد لما فجأة بيسمع الاب بالمساعدة بتاعته وهي بتكلم بنته وبتقول لها ان المدير ساكرا جاي وعايزك للأسف فبيتصدم وبيجري بسرعة علشان يلحقها وبيطلب منها نعم ما تقفلش الفون لحد لما يوصل لان الموضوع ده كبير وساكرا لو قعدت معاه على طولها نتكشف لكن فجأة بتوصل والدتها على المدرسة علشان الاجتماع فبيضطر يروح لها وبيعرف ان الاجتماع ده لان درجاتها وحشة ولما بتعرف بطلتنا الحقيقية ان مستقبلها في خطر واحتمال يفصلوها بتروح على المدرسة بسرعة في اخر لحظة وبتسمع الأستاذ وهو بيحذرهم وبيعرفهم انها لو ما جابتش درجات كويسة في الامتحان الجاي للأسف هتسأت ويتردوها بتقرر بقى انها تعمل مسرحية وتستغل لنا في جسم ابوها وبيبدأ يدفع عن بنته وبيقول له الأستاذ عيب اللي انت بتعمله انت عارف المستوى اللي بنت فيه وانها للأسف بسبب الحادثة قصرت عليها علشان كده مستوها بقى فاشل بتفضل تستعطف الأستاذ وبتقول له انها ولو عاوز يلوم حد لوم نانا انا اللي بنتي مالها الزم بس انا لو كأب كويس كنت ساعدتها وبتجبر ابوها يشارك معاه في المسرحية علشان تنجح مسرحيتهم وبيجي كيتا كمان وبيساعدهم وبفضله بتنجح فعلا وبتدخل على الأستاذ وبيصدقها وبيكرر يساعدها وبيقول له انه هيداها واجبات اضافية من غير مما تعرف حد علشان تاخد عليها درجات فبتفرح بطالتنا وبتروح هي وابوها يشكروا كيتا وبيقول لهم مفيش داعي وبيفكروا من الواجبات كتير ولو احتاجوا اي مساعدة هو موجود هو واصدقائه وفعلا بيتفقوا انهما يتقابلوا في الأجازة في بيت صديق كيتا بتفرح بطالتنا وبتحسد بها كده لانه هو اللي يروح معاهم بيقول لها اروح فين انا مستحيلة سيبك معهم اصلا دور رجالة يعني مش امان ان انا اصلا اروح لوحدي بتقولوا رجالة ايه بابا احنا لسه اطفال ولا ايه بيقول لها لا يعني لا ممنوع النقاش بتقولوا خلاص برحتك باح اللي هانت با يا شاطر يا فالح ياللي مش هتسقطني بتوتر ومش عارف يعمل ايه لي لأسر ولما بيرجعوا للبيت بتجيب له كل الواجبات اللي هيعملها وبتدهاله كده وبتسيبه وبتروح هي تلعب مع كيتا فبيروح يدور عليها علشان تساعده بيشوفها وهي بتلعب وبيسمع كيتا كمان وهو بيقول لها ان هو لو مش عايزة تروح المخيم هو ممكن يجي لها البيت بنفسه وما تقلقش حاجة من اي حاجة يعني انا مستعد اعمل اي حاجة علشان خطرها بنتك دي اتفعيني اللي اتنين انا مش هسيبها ابدا وهسعدها ما ما حصل بتأثر الاب وبيعرف ان كيتا راجل طيب ان هو شخص كويس بيحب بنته وبيوافق ان هو ويروح المخيم عادي وفي اليوم التاني بيجهز نفسه وبتصل على كيتا فبيجي ياخده وبيروح معاه هو واصدقائه وبيستغل كيتا الفرصة وبيمسك ايد كومي بتدهيك كومي الحقيقة بقى لما بتشوفهم وبتتمنى تكون مكان ابوها وبتنشغل بافكارها وللاسف بيخطفوا من قدامها وبتضيعهم وبيوصلوا هما للبيت اللي يخيموا فيه بيبدوا يلعبوا ويهزروا فبيكرر ابوها ان هو ياخد موقف كده وبيجمعهم كلهم بيقولون بصوا يا جماعة احنا جايين هنا علشاني زاكر الكلام الفاضي ده انا مش فضيله فبيفتكروه بيهزر كده وبيقلد والده مش اكتر ما يعرفوش اصلا انها للاسف دي والدها لكن هي بتقوله انها بتتكلم بجد وفجأة بيظهر شخص غريب مقنع وبيفتكروه لس وكلنا عارفين هو مين لكن محدش هيقول دلوقتي لحد لما بيطلع كده يشوفو وطبعا مش بيلاقيه وبيقولوهم شكلكم كده كنتوا بتتخيلو مش اكتر فبتحمد بطلتنا ربنا ان هو ما افشهاش وبتفتكر ان الموضوع كده خلص لحد لما فجأة بيجي راجل الامن وبيسأله انت مين يعمل حج وبيتعمل ايه هنا فبتتوتر وما بتعرفش ترد وتقوله ايه وعلى طول بيرن جرس البيت وبيسأله لو معهم بنت اسمها كومي فبيستغربو وبتطلع وبتقولو معاك كومي محتاج ايه يا باشا بيقولوها والدك هو بتصدم كده ان بنته جات وراه هنا فالبنت بتسأل راجل الامن لو والده عمل اي حاجة بيقولوها لا مفيش ده كان بيحاول تسلل للجنينة بطريقة مريبة وده اللي خلانا امساكو بعدها بيسلمهم وبيمشي بيبدو هما الاتنين بقى يتخنقوا مع بعض وبسألها اللي جابها وراه والمفروض عندها شركة لازم تهتم بيها بتقولو كل حاجة تمام في الشركة بيقولوها خلاص طب روحة خامدي بقى عمل اي حاجة انت مش دبستين التدبس السودا دي عايز ايه اكتر من كده بتقولو خلاص ما اتزوقش بس لكن فجأة بيظهر كيتا وبيقول للعم الحاج انت لازم تيجي تتغدى معانا البنت بتقولو لا معلش اصل بابا بيحب يروح خفيف بيقولها لا والله ابدا لازم يتغدى يعني هيتغدى وبطلتنا اصلا ما بتصدق وقبل ما يكمل كلامه وبتكون دخلة البيت وبيبدأ يأكله وبتتصدم بطلتنا اول لما بتدق اكله وبتلاحظ دلوقتي قد انه فعلا لذيذ وطبخ ماهر وبتستمتع به لحد لما فجأة بيجي له اتصال من الشركة وبتعرف انه في مشكلة ولازم تروح فورا تحلها ولما بيعرف ابوها بيجبرها تروح فبتمشي وبيروح كتا يودعها وبتدلها حلويات كمان ورغم انها كنت بتتمنى كده من زمان لكنها مش قادرة تفرح لانها عارفة انها للأسف بيحب شخصية والدها مش بيحبها هي وهو لما بتوصل على الشركة وبتروح تقابل للمدير وبتسأله ايه اللي حصل بيعرف ان الاكاونت اللي عملته للأسف علشان تروج للعط بقى مشهور وبقى عندك متابعين وخمسين الف ومتابع يا جدعان والناس حب شخصيتك اللي حصل ده ويده لانها كانت مخبئة علينا بتنشر فيديوهات حتى مخبئة علينا لحنا لسه عارفين في نفس الوقت ده وبطلتنا بتذاكر بتقولهم ريري انها عطشانة وعايزة تجيب عصير وبتاخد صديق كتا كده معها علشان تخليه يقرب من بطلتنا وتسيبهم مع بعضهم لوحدهم يعني وبقى طبعا زكي وفاهم الحركة اللي عملوها اللي عايزين تستفردوا بيا وبيقرر انه يتجنب كتا وبيقرب منها وبيحاول يعملها تنفس صناعي لكن ابوها بيفوق في اخر لحزة وبيتدله بالقلم وبيقول له عيب يا ولد طبعا كتا بيحس بالإحراج وبيعتذر لها وبيمشي وبيفضل بقى متجهلة طول الوقت من الإحراج ولما بلاحظ صديقه بيروح يتكلم معاها بيقول لها حصل حاجة ما بينكم وبيبدأ كتا يتوتر وبيقولها تفضحه ولا ايه بس هنا على العكس بتقول له مفيش حاجة حصلت وبيبدأ بس صديق كتا يعرفهم ان كتا شخص مشهور ولطيف ووسيم لكن عمره معترف لبنته قبل كده هو خجول دايما ودي اول مرة يقع في حب بنت وانت البنت دي علشان كده بطلب منك تديله فرصة ترتبطه ساحبنا يتصدم لو يعرف ان اللي قدامه ده راجل اصلا مش البنت خالص ولكنه ما بيتأثرش ولا بيهتم بكلامه اصلا وبيروح ينام مع صديقة بطلتنا بس بيحس ان الموضوع غريب يعني لان هو كمان راجل وما ينفعش يبات هنا فبيتكرر انه يروح ينام في الصلاة وخلاص وفي الوقت ده بيخرج كيتا وبيشوفه وبيعتزر له عن اللي حصل وبيقوله انه حس ان علاقتهم غريبة حسس ان الجواكي شخصيتين واحدة اللي بتصهر معنا لما بنتكلم على الموبايل او بنلعب لعبة مع بعض وبتبقى لطيفة وجميلة والتانية لما بنتقابل بتبقى شخصية بردة جدا وبتبعد عنه انا معدتش فهم مشاعرك الحقيقية انت بتحبيني زي ما بحبك ولا لا علشان كده بسألك بصراحة لو معجبة بيا فبتوتر ومش عارف يقوله ايه ولا يعمله ايه يا ابني انا نفسي فهمك حاجة ان الكرارات ديت مش كراراتي ولو فكرت اخد منها حاجة هدمر مستعبت بنتي وبيختار يفضل ساكت وبيفهم كده للأسف غلط وانها مش معجبة بيا وبيرجع والده على البيت وما بقدرش يحكي لها اللي حصل علشان ما تدهيش منها وحتى تقرأه لانه ما تصدق اصلا ان علاقوتهم بتتحسن لكن لما بتروح بطلتنا على المدرسة بتلاحظ ان في حاجة غريبة وعلاقوتهم هما الاتنين متوترة معدوش مقربين زي الاول ده غير ان ابوه اصلا طول الوقت بيفضل متوتر لما بيشوف كيتا ويتعامل مع ابطراءة رسمية عكس العادي فبتسأله بصراحة لو في حاجة حصلت في المخيم بيبدأ يتوتر وبيقول لها لا ما حصلش ويلا بقى علشان ما تتأخريش على الشركة وبعد ما بتمشي بيكرر ان هو يروح يتكلم مع كيتا ويوضح لسوق التفاهم اللي حصل لكن كالعادة اول لما كيتا بيقرب منه بيتوتر ولما بيروح مع ريري بيشتروا حاجات من المول بيشوف بطلنا هناك وهو مع بنت فبتصدم وبيخاف ان يكون كيتا ارتبط بيها وان هو خلاص شاكله نسى بنته ولا ايه وكده للأسف ضايع عرس بنته بيديه وبيخاف لا تعرف بنته ويجي لها صدمة علشان كده اول لما بيرجع للبيت بيقرر يعترف لبنته من غير اي حاجة وبيقول لها بص يا بنتي اللي حصل في المخيم كالاتي انا كنت مع كيتا لوحدنا واعترف لي بحبه وقتانا مردتش عليه وتقريبا كده هو شكله فيه مخلط الله اعلم وفعلا حصل اللي هو كان خايف منه بنته بتتفاجئ وبتتخانئ معاه فبيقول لها اسف ما كنتش اقصد ان انا اعمل كده ثم انت يا غبية انت لازم تتقالي على الواد علشان يبقى ختم في اصبوعك انا كراجل فاهم الرجالة كويس بس رغم ان انا في جسمي بنتي دلوقتي بس اسمع مني بيقول لها اعمد انا مصدقت ان هو بصلي اصلا انا اعمل ايه بقت دلوقتي يا اخويا فبيقول لها ما تلاقيش انا زي ما خربتها كده ان شاء الله هصلاحها اتمنى بيقول لها عارف لو كيتا تخلى عني ارتبط بواحدة تانية ده انا ممكن اقطع وهنسى انك ابويا وهتبرى منك عجرجرك في المحاكم لو في الاخر هخلي امي تطلق منك كمان وهخليك تقعيش وحيد بيقول لها كل ده يا جحدة هو انا ابوكي ولا لقياني قدامك جامع مش احنا المفروض يعني اسرة واحدة وكده ولا ايه بتقوله هو ده اللي عندي بقى ده جوزي بيقول لها ينهر يسوي ده بس لما عرفت ايه اللي حصل عملت كده امان لما تعرف ان هو قابل بنت بقى لقو ايه شكله مرتبط بيها ده انت شكلك مش هتعديلي اي حاجة انا عملتها في حقيقة انا بقوله اهرب من دلوقتي احصل وبيكرر يخب عنها السر ده ويدفن معها مهما حصل لكن لما بتروح للمدرسة في اليوم التاني بتشوف كيتا مع بنت اسمها رينكا وبتتصدم بتدايق وخصوصا لما بتلاحظ انهم قريبين من بعض ده غير كمان ان رينكا دي بنت جميلة وعفوية واجتماعية جدا وبين على انها بتحب وهي كمان من قلبها وبستغرب ولدة ليه لحد دلوقتي ما تكلمتش ده انا كنت مفقرك بها تقلب الدنيا لما تعرف انها بص البنت تانية وفي طريق بنتنا للبيت فجأة بتلاقي رينكا قدامها وبتطلب بانها تتكلم معها شوية فبتضطر توقف تسمحها كده وبتستغل الفرصة وبتقول لها على فكرة اهويتفكر ان كده بيحبك لانا عارف من الطفولة وعارف ان هو شخص لطيف وبيحب يعمل الكل بطريقة لطيفة ثم انا معرفتكش على نفسي انا اصلا صادقته من الطفولة وحب الاولاني وبحذرك وهتقرابي منه وإلا وقتها هجيبك وقتها خبري وبتسمحهم بطلتنا وبتتدايق فبيروح والدها وراها وبيحاول يوسيها ويتكلم معها بتقول له انا مش هستحمل اكتر من كده وانا شايف الشخص اللي بيحبه بيتخذ من قدام عناية ده غير كمان ان هو دلوقتي بقى بيكرهني ومرتبط ببنت جميلة وزكية وكده عمره ما هيبصي لي تاني وبيحاول والدها يوسيها لكنها اتهرب فورا فبيحس بالزنب لانه سبب في كل اللي حصل وبيروح لكيتا وبيحاول يصلح كل حاجة وبيطلب منه يتكلمه شوية وبيقوله ان هو مستعد يرتبط به لو فاز ببطولة كرة القدم اللي هتعملها المدرسة اخر السنة وبيديله المدالية اللي كان فيها التعويزة اللي ادتها له والدة بطلتنا وبيقوله انها بتجيب الحظ وبيطلب منه يحتفظ بيها فبيتأثر كيتا وبيشكره شكل المدالية دي عزيز المشاهد هي السبب المهم قبل ما كيتا يلحق يتكلم صاحبتنا بتسيبه وبتمشي و لما بيرجع للبيت بيروح يتطمن على بنته وبيلاقها بطاية فبيتزر لها وبيقوله ان هو اتكلم مع كيتا واتفق مع ان هو لو فاز بالبطولة هيرتبته مع بعض وبيوله قدامك فترة فكر بقى هتعمل ايه وانت حرة في اللي هتعمل ايه لكن المرة دي لازم ندور على طريق علشان نرجع جسمنا فيها بالطول وانا كمان نفس جسم يرجع يعني انت شايف ان انا مبسوطة بالحياة اللي انا فيها ديت نفس ايش مرهكة اللي ضعت واتصرف كايب انت عادية بقرار يدور على طريقة بنفسهم وبيحسوا ان السر في تعويزة الحز اللي خدوها من والدة بطلتنا في اول المسلسل خالص وهم لما بتجمعوا على العشاء وبيسألوها عنها بتقولوا من ديت اسطورة قديمة الايه اللي بياخدها بتحولوا وبتتبدل اجسامهم ببعض الكلام ده طبعا خرافات يعني انا عارفاكوا ما انتوا قاعدين قداما هوات زي الفل بتصدموا وبيتأكدوا من شكوكهم بس ابوه بطلتنا بيخاف اكتر لانه هو للاسف ادي التعويزة لكيتا وبيخاف لو يحصلوا حاجة بسببها وعلشان كده بطلتنا بتسأل والدتها جدتها جابت المديلية دي منين فبتقولها انها جابتها من معبد في اعلى الجبل بيقرروا انهم يروحوا هناك وفعلا في اليوم التاني بياخدوا بعضهم وبيجروا على المعبد علشان يكتشوفوا السر بس بتكون بطلتنا الانة وخايفة يطلع عليها دب بلدة بيلاعب تقولك كده ايه هيتخافي وانا معاكي انا حميكي ده نبوكي وجنبك بتقوله ده انت كده كده خوفت نقطة وبيمشي هم الاتنين مع بعض في الغبل واحدهم خايفين من اي دب يظهر عليهم وفجأة بيسموه اسوات غريبة فبتبدأ بطلتنا تعلق لحد لما فجأة بتلاقي كيتا قدامها وبتعرف النوقين جاي هو كمان ايام التسلق للجبل النهاردة بالصدفة يعني فبيسلموا على بعض بس فجأة بيظهر لهم دب كبير اللي كانوا خايفين ومن الصدمة بيفكود الوعي وفي الات ده بتحصل حاجة غريبة فبتلمع المدليات مع بعض ولما بيدخلوا المستشفى بتشفوق بطلتنا بتتصدم وبتلاحز انها رجعت لجسمها تاني بتفرح وبتروح على طول علشان تحكي البابوها لكنها بتتصدم تاني لما بتعرف ان جسم والدها وجسم كيتا تبدله ولما بيسألها والدها عن التعويزة بتقولوا انها وقت في الجبل وفي الوقت ده بيقرروا ياخدوا كيتا معاهم على البيت علشان يعرفها يتصرفوا ازاي في المصيبة ديت وبيعرف كده من كلامهم ان دي مش اول مرة يحصل الموضوع ده وبكتشف ان طول الفترة اللي فاتت كان بيوعد ابوها وبيفتكر بقى كل اعترافات اللي قالها وبيحس بالاحراج وانها طول الفترة اللي فاتت كان مغفل بطلتنا بتقولوا ما فيش داعي تحس بحاجة وبتعتزر له لانها خبت عنه طول الفترة اللي فاتت ديت وبتسأله هيعمل ايه وخصوصا ان بكرة المبارنة هاية ولازم يلعبها لان رئيس الفريق اصلا فبيقولوا ان هو خلاص هيشوف شخص صغيره وان هو لازم يشوف حال عشان يرجع لجسمه الاول وطبعا الاب يعني بيقولوا لا بص ركز معايا انت في جسم دلوقتي كل اللي عليك ان انت هتروح بكرة الشركة لان فيك اكتماع مهم ده انا لو ما رحتش احتمال يرفيدوني لكن بطلتنا بتتخانق معه بتقولوا انت مالك وماله مش كفايا ان انت السبب في كل اللي بيحصل المهم يلا لام هدومك كده واتكل على الله في جسم كيتا بيقولها روح فين يعني بتقولها تروح البيت بتاعك كيتا امال انت عايز اهله يعني يلاحظوا اللي حصل انه اختفى بيقولها لا طبعا مستحيلة سيبك مع الوحدكم وتحت سقف واحد ده حاول يتحمرش بك قبل كده بتقوله يا عم روح ايحم نفسك الاول فبيتدخل كيتا علشان يفضل خناقة بينهم وبيقولها ان والدها مع حق ما انفعش ان هما يفضلوا الواحدهم مع بعض فبيتفقوا ان كل واحد فيهم يقعد في قوضة مختلفة وما اكتمعوش مع بعض خالص غير لما ييجي والدها وبتطلب منه يسمع الكلام ويروح بيت كيتا بقى وما اعملش ايه تصرف غلط وبتنبه ان لو حصل اي مشاكل تانية مش هتكلمه تاني فبيتطر يسمع الكلام وبيمشي وبعدها بتروح بطلتنا وتطمنه ان الموضوع يعد على خير يعني وان اللي في الشركة طيبين ويساعدوك اهم حاجة بس ان انت متتوترش وتعوك الدنيا وفعلا بيرتاح بعد الكلام ده وبيجهز نفسه على طول وبيروح على الشركة وبيحاول ينفذ الكلام اللي بطلتنا نصحته به على قد ما يقدر في نفس الوقت بتوصل بطلتنا على المدرسة وبتلاقي ابوها بيشقط اصحابها فبتزعله وبتقوله يلا دلوقت تروح للمدرب وتقوله انك تعبان ومش قادر تلعب فوقك من شغل المراهقة المتأخرة بدل ما اقول لامي وانت عارف هتعمل فيك ايه بقول لها لا انا حقك علي وغلطان بالوقت ده بتشوفهم رينكا مع بعض وهما بيتكلموا وبتجري عليه وبتحضنه وبتقوله كمان انها هتشجعه النهاردة علشان يفوز بالمباراة بس بطلتنا ما بتهتمش وبتسيبه مع بعض وبتمشي وبتروح بتلاقي صديقاتها بتعيد بتسأل عن اللي حصل بتقولها انها حبيبة هنفصل عنها لانها يدرس في مكان بعيد فبتقولها بطلتنا انها ممكن تنقل وتعيش معاه وبتشجعها تفكر في الموضوع لو بتحبه فعلا ولو انت مش مستعدة يعني تتخلى عنه فبتروح فعلا تتكلم معاه لكنها بتلاقيه اصلا جاي لها وبيقولها انهم مش هينقلوا لحاجة ومش قادر يسيبها وابل ما تبدأ المباراة وبيروح والدها يلعب فبتروح بطلتنا تشجعه وبتنبه انها يعمل حاجة غلط لان المباراة دي مهمة جدا فبيقولها خلاص يا بنتي ده انت هتشوفي دلوقتي قدامك محمد صلاح الغليب وبتشوفهم رينكا وبتلاحظ انهم قريبين من بعض وبتتدايق بس ما علينا ان نخش في الجد بتبدأ المباراة بيخسر فريق بطلنا من اولها شفت الصدمة لا وايه بسبب ابو بطلتنا كمان فتتتعصب رينكا وبتروح لبطلتنا وبتلومها وبتقولها انها سبب لانها شتتت كيتا قبل المباراة وفعلا بطلتنا بتحس بالزنب وبتمشي في نص المباراة وفي الوقت ده بيقدر فريق بطلنا يفوز بالمباراة اخيرا وبتأهل الفريق بتاعه وبتروح رينكا علشان تهني بطلنا وبتطلب منه ان هم يتوعدوا لكنه بيتزر له وبقولها المرة ديت انا لازم اعمل الصح بيترفل انها معجب ببطلتنا وانها بيحبها كصديقة بس مش اكتر وقرر يعمل حاجة اعني في صف بنته اخيرا فبتتعصب وبتقوله انت ازاي تعجب بواحدة زي دي دي سابت مباراتك ومشت لكنه مش بيهتم وبتسل على كيتا الحقيقي وبيعرف ان هو فاس في المباراة وطبعا بيهني حتى كيتا بيقوله على فكرة اعمل حاج انا قدر توصل لطرقة حلوة اوي للتسويق للاتر بتاعك وبسعر رخيص لأ والمدير كمان اعجب بيها وشكلهم كده هينفزوا وهيترقوا كل واحد فيهم بيفرح لان التاني روق على حياته وبسأله عن كومي لو هي معاه لكنه بينكره بيقوله ان هو ما شافهاش وبيعلق والدها لان هي مختفية طول النهار في نفس الوقت ده بتكرر بطلتنا تروح للجبل علشان تشوف سر التعويزة ديت وتحاول تلقي لحل بدل ما الدنيا تضل مقتر وطبوس ولكن للأسف الدنيا بتضلم عليها حرفيا فبترجع لهم للبيت مع التعويزة وبيكون نواقص بس يعرفوا ازاي يستخدموها علشان يرجعوا لأجسامهم من تاني ولما بتسأل بطلتنا والدتها فبتقول لها ان جدتها ما تعرفش بيستخدموها ازاي فبيضطروا يتعايشهم مع الواقع وبيتجمعوا في الحديقة وبيتقفوا هيعميروا ايه فبيضطرها ببطلتنا ان هو يروح يحضر مباراة كيتا كالعادة وكيتا يروح الشغل علشان يحضر الاجتماع وكل واحد مصيره متعلق بالتاني يا ترى ده هيفوز في المباراة والتاني يعرف يحدد مصير الشركة ولا لا وبطلتنا عاطف معهم بتشجحهم بتقول لهم انتو عايش عليكم وهم الاتنين بتحمسوا وبتقول لهم عملتوا كده المرة اللي فاتت يلا هانت المرة دي كمان واتنجحوا بتقول لابوها انا وثقا فيك وبتطلب منه يبزي الجهد علشان يخلي كيتا يفوز المرة دي كمان وفجأة بيعد راجل عجوز بالعجلة بيخبط في والدها وكيتا فبيغمى عليهم ولما بيفوقوا بيكتشفوا ان جسمهم رجع لطبيعته تاني كل واحد رجع لجسمه وبيفرحوا طبعا وما بيكونوش مصدقين نفسهم اخيرا ان كل واحد رجع لطبيعته لكن بطلتنا هي اكتر حد فرحان ان كيتا رجع لجسمه وتقدر انها ترتبط بيبرحطها لكن فرحطها ما بتتمش وما بتتخليهاش تنسى اللي وراهم وبتفكر ابوها بقى بالاجتماع المهم اللي مستنيه فبيطلع جاري على الشركة ويستغل هي الفرصة وبتستفرد ببطلنا وبتروح معا بقى على المدرسة علشان يلحقوا المباراة واول لما بيوصلوا بيشكره على كل اللي عملته معا طول الفترة اللي فاتت بيطلوا منها تستناء بس الحد بما يخلص المباراة مش هكتر وبيوعد انه مش هيضيع مجهودة ويحاول انه يكسب لان عنده كلام مهمة اوي عايز يقولهولها كفاية طرفات للشخص الخطأ وهنا بيقصد ابوها بتفرح وبتتحمس وبتبدأ المباراة عزيزي المشاهد في نفس الوقت ده ابوها بيقدر يكسب الصفقة في الشركة لأ واي بتعين رئيس قسم المبيعات وبترقى كمان فبيفرح وعلى طول بعد ما بيخلص بيروح لهم على المدرسة علشان يشجحهم بيعرف ان المباراة بدأت وبيروح يعود مع بطلتنا وبيبدأ هما الاتنين يشجعوا كيتا اللي بيقدر انه هو يفوز بالمباراة فبيفرحوا وبيروحولوا على طول علشان يبركولوا بيستغل الفرصة بقى بس قبل ما يلحق يتكلم مع بطلتنا بتوصل رينكا وبتطلب منها ان هما يتكلموا على انفراد شوية ولما كيتا بيحاول يروح معاهم بتقوله بطلتنا لأ خلينا احنا الاتنين مع بعض وبتروح بطلتنا بنفسها تشوف ايه وبيستغرب كيتا ان سلوب رينكا فعلا اخر فترة كان متغير معاه ومن ساعة ما جسمه تبدل ما عادتش بتلاحقه زي الاول فبيعتذر له ابو بطلتنا وبيقوله انه عنده موضوع مهم لازم يقلهوله في نفس الوقت بتعتذر رينكا لبطلتنا على طريقتها مع اخر فترة وبتقولها انها كانت بتعمل كده علشان غيرانا على كيتا ومش عايزة بطلتنا تاخدوا منها وفعلا بطلتنا بتتأثر وعارفة قسرة القلب وبتعرض على انهم يكونوا اصدقاء وبتفرح رينكا وبتوافق فورا بيوصل كيتا وبيشوفهم هما الاتنين وهم متفاهمين وبيفرح وكمان لانه مش هيخسر حد فيهم وعلشان كده بياخد بطلتنا على جنبه وبشكرها على كل حاجة عملتها وبتديلها المديليا بتاعتها وبيعرفها ان هو معجب بيها وان هو بيحبها من زمان مش من دلوقت اصلا من اول مرة شفتك فيها وساعدتك وبيقوله ان هو كان بيرقبها لما كانت بترقبها كمان بيضيع وقت وبتطلب منه ويرتبطه وهما بيصدق وبيوافق على طول بعدها بطلتنا بتروح على البيت وبتديل والدها المديليا بتاعته وبتطلب منه ان هو يخبيها علشان ميحصل يتبادل اجسام تاني وفي نفس الوقت ده بتيجي والدتها وبتجيب لهم كتب كتير عن الاساطير دي وبتقول لهم انا اقسمات ان الاثنين اللي بيرجعوا لطبيعتهم بعدما جسمهم بيتبدل لو يتخنقوا مع بعض خلال سبعة ايام بس هتفصل لهم مشكلة كبيرة وجسمهم هيرجع تاني بس المرة دي للأبد فبيتصدموا هما الاثنين وبتروح بطلتنا كمان تحذر كيتا بتطلب منه انه ما اعملش اي مشاكل مع والدها ولا حتى يعل صوته عليه احنا مش نقصين يا ابن انا ما صدقت انك رجعت لي ومش عايزة كده يعني بالله علي والله العزي من انفس ارتبط بيك بقى خلينا افرح شوية علشان كده انا اخليك تحت عيني هي طول الاسبوع ده وبعد ما بيخلص المدرسة بتاخده على البيت علشان يستمتوا بوقتهم وتتأكد ان ما فيش اي مشاكلة تحصل وفعلا بيبدأ يتعرف على بعض اكتر وبيكتشف ان هما من ناسبين لبعض وان في بينهم هما الاتنين حاجات كتير مشتركة لأ برضو عزيز المشاهد والدها في الشغل بيترق اكتر وبتبدأ بطاريتنا كمان تتقبل والدها بعد ما عارفت حياته انه شخص طيب وبيحبها انت لازم طول عمرك تفضل بتحبهم مهما حصل ومهما عملوا عليك لانهم عندهم نظر مختلف عنك واخر حاجة قدر اقولها لك ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك يا جميل انت واحلى مس عليك سلام